دعا ناشطون إيرانيون على شبكات التواصل الاجتماعي لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثامن عشر من الشهر المقبل في وقت هددت الشرطة الإيرانية بالتصدي لكل ما يدعو للمقاطعة فهل تجد هذه الدعوات صدى لها في الشارع الإيراني؟ ومتى يتوقف النظام عن قمع معارضيه؟ أسئلة وغيرها نحاول الإجابة عليها مع ضيوفنا لكن بعد متابعة هذا التقرير الدعوات الأمريكية لانتخابات رئاسية إيرانية يكون الإيرانيون فيها أحرارا في اختيار قادتهم لا تلقى كما جرت العادة آذانا صاغية لدى أركان النظام في طهران حسين أشتري قائد الشرطة الإيرانية هدد بأن قواته ستتصدى لمن يحثون المواطنين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثامن عشر من يونيو تهديد أشتري جاء بعدما أطلق ناشطون سياسيون واجتماعيون وثقافيون على شبكات التواصل الاجتماعي دعوات لعدم المشاركة في الانتخابات التي وصفوها بالاستعراضية قائلين إن على الجميع مقاطعتها كي لا يدوم الحكم المعارض للشعب وكانت الدعوات قد تزايدت خلال الأيام الماضية بعد الإعلان يوم الثلاثاء الماضي عن القائمة النهائية للمرشحين والتي ضمت سبعة أسماء خمسة منها من أوساط المتشددين وعلى رأسهم إبراهيم رئيسي رجل الدين المتشدد الذي يرأس السلطة القضائية والمقرب من رئيس النظام علي خامنئي ويعتبر رئيسي المرشح المحافظة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور العديد من الشخصيات الإصلاحية البارزة في مقدمهم إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني وعلي لارجاني رئيس البرلمان السابق والمحسوب على المعتدلين وهو المفاوض السابق في محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني إضافة كذلك إلى استبعاد الرئيس السابق محمود أحمد نجاد الذي يقول البعض إنه يتمتع بقاعدة شعبية واسعة في المناطق النائية ولا تأتي دعوات مقطعة التصويت بسبب إقصاء المرشحين المعتدلين عن الانتخابات المزمعة فقط بل إنها بحسب ناشطين تعبير عن رفض الإيرانيين لاستمرار حكم النظام الاستبدادي واحتجاجا كذلك على سوء سياسات النظام الداخلية والخارجية والتي بددت الثروات الوطنية وأصابت الاقتصاد بالشلل وعلى ما يبدو فإن دعوات المقاطعة تلقى استجابة كبيرة بين الإيرانيين حيث قال موقع إسب الحكومي المختص باستطلاعات الرأي إن بياناته تشير إلى أن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات المزمعة لن تتجاوز الستة وثلاثين بالمئة فيما كانت قبل الإعلان عن قائمة المرشحين ثلاثة واربعين بالمئة مشاهدين أناقش هذا الملف مع ضيفية معي من طهران محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية ومن لندن مهرداد خنساري المستشار في المركز الإيراني للدراسات مرحبا بكم سيد صالح صدقيان أبدأ معك كيف يمكن تسمية هذه الانتخابات المقبلة بأنها عملية ديمقراطية وبداية القصيدة كفر الشرطة تقول سنتصدى لكل من يقاطع هذه الانتخابات وكما تعرف هذا رأي شخصي لكل أحد لا يريد المشاركة بالانتخابات مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين أنا أعتقد بأننا يجب أن نقتنع يجب علينا أن نقتنع بأن هناك لعبة انتخابية ولعبة سياسية وقواعد لهذه اللعبة اختارها النظام واختارها الشعب ورضي بها الشعب وبالتالي هذه الانتخابات ليست الأولى من نوعها في إيران خلال الأربع عقود الماضية هذه هي الدورة الثالثة عشر للانتخابات الرئاسية وبالتالي كانت هناك انتقال سلطة بين تيارات متشددين تيارات إصلاحية تيارات محافظة وبالتالي كانت هناك مشاركة شعبية أيضا سواء كان مناصرية الإصلاحيين كما كان في عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي هناك مرشح للأصولين المتشددين كمحمود أحمد نجات وهناك رئيس معتدل مثل حسن روحاني وهكذا وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك لعبة انتخابية في إيران إيران أيضا يجب علينا أن نعرف أيضا إيران دولة من الدول النامية لم تتجثر فيها الحياة السياسية بشكل كامل لم يتعدى عمر هذا النظام أكثر من أربعة عقود ولكن هناك نقطتين سيد محمد صالح سدقيان أشرت إليهما في هذه الإجابة بالبداية قلت بأن هذه لعبة انتخابية والنظام يضع هذه اللعبة وقواعدها وقلت بأن الشعب ارتضى هذه اللعبة لا يبدو بأن الشعب ارتضى فعلا هذه اللعبة والدليل بأن هناك حملة للمقاطعة والشرطة أو النظام تقول بأننا سنتصدى لهؤلاء الذين يريدون المقاطعة فمن يقول بأن الشعب ارتضى هذه اللعبة هذا أكبر دليل على أنه لن يرتضيها ولم يرتضيها خصوصا بعد إقصاء أولئك الذين ربما كانوا يعبرون عن رأي الشارع من ما يسمى بالمعتدلين في إيران يعني بداية أنا أرجو وأتمنى أن لا تحسبني بأن أريد أن أدافع عن نظام سياسي في إيران وإنما أنا باحث سياسي أنظر إلى ما يدور في الساحة السياسية الإيرانية وأعيش تفاصيل هذه السياسة في داخل إيران عندما نقول من يقول أو عندما تقول من يقول بأن الشعب ارتضى ذلك أنا أقول لك بأننا يجب أن نعرف ما هي نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات السابقة وهناك في زمان الرئيس محمد خاتمي كانت هناك نسبة 84% من المشاركة الشعبية وهذه نسبة عالية جدا في زمان الرئيس أحمد نجاد حسن روحاني النسب كانت تفوق الـ 50% لحد الآن لم نشهد نسبة أقل من 50% وعندما نقول 50% معنى ذا أو أكثر من 50% معنى هناك أن الرجل الشارع العادي يتوجه إلى صناديق ولكن أيضا هل كان هناك تلديد من الشرطة لما يريد أن يقاطع تلك الانتخابات التي تتحدث عنها وتقول بأنها شهدت أكثر من 50% من المشاركة أبدا أنا لم أنا لم أسمع ذلك أي تهديد من أي من الشرطة أو من أي جهة حكومية لمن لا يريد الاقتراع وبالتالي هناك الكثير من الذين يقاطعون هؤلاء العشرين بالمئة مثلا في عهد الرئيس محمد خاتمي 84% كانت نسبة المشاركة وكانت هناك 20% أو 16% لم يشاركوا لم نسمع بأن هناك اعتقل أحد لأنه لم يشارك في الانتخابات وبالتالي دعني أقول بشكل واضح وأرجو أن تقتنع بذلك يعني هناك في إيران حرية نسبية واضحة خصوصا على مستوى الانتخاب والترشح والكل يستطيع الترشح حتى في هذه الانتخابات هناك 592 شخص رشحوا في الانتخابات وبالتالي الترشح مفتوح وبالترشح مفتوح وحتى الانتخاب سيد محمد القصة المهمة له أنا أقتنع بما تقول بحاجة إيرانية ربما هم الذين يقتنعون وأيضا ضيفي لكن اسمح لي فقط هناك خبر أريد أن نقراه نحن ما زلنا بالحديث وسأعود إليك لا شك ولكن أريد أن ونحن في سياق ما نتحدث عنه حول هذه الانتخابات حذر مسؤول كبير في السلطة القضائية في إيران يوم الأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو من تجاوز الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية وقال مدعي عام طهران علي القاصي مهر وفق ما نقلت عنه وكالة ميزان أونلاين الرسمية التابعة للسلطة القضائية أن المرشحين يجب أن لا يتجاوز الخطوط الحمراء للنظام في حملاتهم وخطاباتهم ومن بين الخطوط الحمراء الأخرى التي لم يذكرها مدعي عام العاصمة التشكيك في مبدأ الجمهورية الإسلامية أو مبدأ ولاية الفقيه الذي يمنح السلطة الدينية وصاية على السياسة بالعودة لضيفي سيد مهرداد خنساري ضيفي من لندن أريد أن أعود إليك سأعود إليك سيد صدقيان لا بأس بذلك سأعود إليك سيد مهرداد هل هذه الانتخابات بهذا الشكل الذي شرحه ضيفنا من طهران بأنها لعبة انتخابية هذا النظام وضع قوانين هذه اللعبة والشعب الإيراني ارتضى هذا الأمر وضرب مثال على أن الانتخابات السابقة كانت تحظى بقبول أكثر من 50% عليك أن تفهم أنه في إيران هناك دولة عميقة الدولة العميقة تتشكل من أناس غير منتخبين هم الذين وضعوا القواعد واستخدموا أناس مثل الرئيس السابق خاتمي لهم شعبية أو السيد ظريف وزير الخارجي الحالي الذي تخدم كمتعاقد لتقديم وجه مختلف للشعب الإيراني على أمل من تحسن الأمور والناس في الماضي صوتوا لسيد خاتمي أو ساود روحاني ولم يصوتوا سيد أحمد النجاد وتذكر الكارثة التي حادثت منذ عشر سنوات ونتج عنها تظاهرات ومثبحة للناس من قبل النظام إذن هذه المرة الشعب الإيراني يفهم أنه لا يوجد متعاقد سيضحك عليهم هذه المرة ولأن آيات الله الخامني المرشد الأعلى عمره 81 أو 82 سنة هناك إمكانية أنه في السنوات الأربعة أو الثمانية القادمة سيكون لك سؤال حول الخلافة بمعنى الدولة العميقة المسؤولين غير المنتخبين الذين يتحكم فيهم يلودون ضمان أن الرئاسة مثل السلطة الشرعية والسلطة القضائية تكون في أيدي العناصر المؤتمنين الذين يضمنون استمرار نظام غير دموقراطي بالأساس وضد الشعب هذه الانتخابات هي أكثر الانتخابات غير دموقراطية في آخر أربعين عام العودة إليك سيد محمد صدقيان ويعني قبل أن نستمع للتعليق من حضرتك بود أيضا سؤالك تقول بأنك لا تدافع عن النظام الإيراني ولكنك باحث في أشان الإيراني وتعرف ما يجري على الأرض هذه الحملة من المقاطعة التي يقوم بها ناشطون من مختلف القطاعات في إيران هل تكشف لك شيء ألا تكشف بأن هذه النخبة ربما من المثقفين من الفنانين غيرهم الذين قاموا بهذه الحملة يريدون إيصال رسالة واضحة إلى النظام وحتى إلى الإيرانيين بأن الأشخاص الذين ارتضاهم النظام ليتم التصويت عليهم ليسوا مقبولين من قبلنا ربما هذا الكلام الذي تفضلت به صحيح وبالتالي يجب علينا أن نعلم بأن هناك مجلس دستوري هو ينظر في صلاحية المرشحين هذا المجلس الدستوري هو الذي استبعد شخصيات وازنة في النظام السياسي الإيراني وبالتالي من الممكن أن تكون مثل هذه المواقف أو تحديدا هذا الموقف من مجلس صيانة الدستور قد يؤثر على نسبة المشاركة أو يقلل من نسبة المنافسة بين المرشحين هذا صحيح جدا لكن هذا مجلس الرقابة الدستورية أو مجلس صيانة الدستور هو الذي ينظر في حيثيات المرشحين واحتياجات وتداعيات واستحقاقات البلد وبالتالي عندما ينظر إلى قائمة المرشحين أو يصدر قائمة بهذه السبعة ويستبعد آخرين هذا هو موقفه والشعب له موقف آخر وبالتالي هذه المقاطعة التي نحن الآن نسمع صداها في الشارع الإيراني أيضا الكثير يقولون بأنهم سوف لن يشاركوا في هذه الانتخابات وعندما تسألهم لماذا لم تشاركوا في هذه الانتخابات يقولون بأن هم إصلاحيون طبعا يقولون بأن ليس لدينا مرشح إصلاحي في هذه القائمة وربما هذا صحيح وهذا من حقهم وهذه هي اللعبة الديمقراطية في إيران يعني عندما لم يذهب إلى صندوق الاقتراع لا يخضع إلى المسائلة سيساة يعني لا ديمقراطية حقيقة فيما تقول حضرتك يعني لا ديمقراطية فيما تقول حضرتك يعني أن يتم استبعاد مرشحين وحصر الجمهور بعدد معين بمن يرتضيهم النظام ويقول له يعني أما تختار واحد من هؤلاء أو تقاطع وإذا قاطعت سألاحقك بحكم القانون أين الديمقراطية في كل هذا؟ أبدا لا أنا لا أقول بأن هناك ملاحقة أنت تؤكد بأن هناك ملاحقة لأن هذا ما قالوا قائد الشرطة هذا ما قالوا قائد الشرطة هذا تصريح لقائد الشرطة ولا أبدا قائد الشرطة لم يقول بأن هناك ملاحقة من لم يذهب إلى صندوق فماذا يعني التصدي ماذا يعني التصدي لمن يدعون إلى مقاطعة الانتخابات ماذا يعني التصدي هناك عندما تكون هذه الحالة يعني قائد الشرطة هو يفترض بأن هناك توجه عام لمعارضة النظام السياسي في إيران معارضة النظام السياسي في إيران ومقاطعة عملية انتخابية شيء آخر عندما تتحول هذه الممارسة الانتخابية إلى ظاهرة سياسية أمنية عند ذلك يكون هناك خطورة على مصلحة النظام العليا وبذلك هو حذر من هذه القضية ولم يحذر من أن الشباب الجامعي إذا لم يذهب إلى صناديق الاقتراع سوف يعتقل هو قال بأنه يجب أن لا تتحول هذه الظاهرة أو هذه الممارسة إلى ظاهرة تريد تقويض النظام السياسي فيها نعم هذا التصريح أنقله بالضبط رئيس قوى الأمن يقول الأشخاص الذين يدعون الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات سيلاحقون اسمح لي أعود لضيفي من لندن سيد مهرداد وفق هذه المعطيات التي تحدثنا بها حصر المرشحين بعدد من غير الإصلاحيين كيف سيؤثر على عمر النظام في إيران إذا كبرت هذه الدعوات لمقاطعة الانتخابات هل ستكتسب شرعية؟ عليك أن تتذكر أنه منذ عامين كان هناك انتخابات برلمانية ونفس الموقف حدثا في ذلك الوقت وكانت نسبة الإقتراع ثلاثين في المائة على عكس الماضي عندما كان الناس يظنون أن هناك إمكانية للإصلاح الزميل في إيران لديه موقف صعب في محاولة تفسير أو شرح ما يحدث كيف يمكن إقصاء نائب الرئيس الحالي وتقول أن نائب الرئيس الحالي غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات لقد قالوا أن المبعوث الخاص للمرشد العام غير مؤهل هؤلاء هم المرشحين الذين تم إقصائهم انسى الأمر فيما يتعلق بالإصلاحيين الذين لديهم أفكار ديمقراطية هذه مزحة وليس الديمقراطية والتهديد من يذهب على الانترنت سيتم اتخاذ خطوات انتقامية ضدهم هذا عامل آخر يقود من مفهوم التصويت الانتخابي كما أشرت في في التصريح الذي قرأته لرئيس الشرطة أشكرك شكرا جزيلا أشكر ضيفي طبعا من طهران محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي لدراسات الإيرانية ومن لندن مهرداد خانساري المستشار في المركز الإيراني للدراسات شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة